تبادل رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المباركة مع إخوانه رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية اجتشقيقة وقد عرب رئيس الوزراء في برقياته لنظرائه في الدول العربية والإسلامية عن تهانيه الصادقة لهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة وتمنياته الطيبة لهم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعوب دولهم دوام التقدم والازدهار داعيا الله العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة الصعيدة وأمثالها وعلى شعوب دولهم وجميع المسلمين باليمن والخير والبركاتة كما عبر الرؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيهم لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخابة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة تنفيذا لاتفاق الرياضة مقدمين له التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المباركة وليعيدها المولى تعالى وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصب إليه من أمن واستقرار مجددين التأكيد على وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية حتى استعادة الدولة وتحقيق السلام